أشهد سمو الشيخ خالد بن حماد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالجهود التي تبذلها الجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية في تنفيذ الخطط والبرامج الداعمة لتطوير المنظومة الرياضية جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بقصر الوادي رئيس الجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية سعادت الدكتور جمال صالح بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة والرياضة سعادت الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وعدد من أعضاء الجمعية وفي البداية رحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة برئيس الجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية مؤكدا سموه أن الجمعية تبذل جهودا واضحة لدعم القطاع الرياضي وبخاصة على الجانب الطبي والعلمي في هذا القطاع عبر إجراء الدراسات وتنظيم الدورات والمؤتمرات بهدف تثقيف الأفراد بأهمية الرياضة ودورها في الحياة اليومية الصحية وتوفير البرامج التي تعزز لدى الرياضيين السلوكيات الصحيحة وتجنب اتباع السلوكيات الخاطئة والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة بطريقة آمنة وسليمة مضيفا سموه أن الهيئة تعتز بشراكتها وتعاونها مع الجمعية وتسعى لتنفيذ المزيد من البرامج المشتركة خلال الفترة القادمة من جانبه أعرب رئيس الجمعية البحرينية للطب الرياضي والعلوم الرياضية سعدت الدكتور جمال صالح عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مؤكدا أن ما يبذله سموه من جهود متميزة ستسهم في تحقيق قفزات نوعية في المجال الرياضي مؤكدا أن الجمعية ستسخر كافة الإمكانيات التي تدعم تقدم وتطور المنظومة الرياضية بما يخدم تطلعات سموه لتحقيق المزيد من المنجزات في هذا القطاع الحيوي